موسيقى فتح مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مفاوضات مكثفة مع أحد النجوم العالميين لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركات الشتوية الحالية والهلال الذي توج بلقب دور أبطال آسيا 2021 يعاني من تذبدب كبير في النتائج على المستوى المحلي خلال الموسم الرياضي الحالي ووفقا لتقارير صحفية تحاول الإدارة الهلالية خطف الإيطالي لورينزو إنسيني جانح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي وإنسيني البالغ من العمر 30 سنة قرر الرحيل عن نابولي قبل 6 أشهر من نهاية عقده لخوض تجربة احترافية جديدة وكافة التقارير العالمية أكدت خلال اليومين الماضيين أن إنسيني في طريقه للانضمام إلى تورينتو الكندي الناشط في الدور الأمريكي ومن أجل منع انتقاله إلى تورينتو أوضحت التقارير أن الهلال عرض على نابولي مبلغ 8 ملايين يورو أي 35 مليون ريال تقريبا لشراء الستة أشهر الأخيرة من عقد الجناح الدولي المتألق وأشرت إلى أن مسؤولي الزعيم مستعدون لدفع راتب سنوي لإنسيني يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين يورو أي 30 مليون ريال بخلاف المكافآت أي أن صفقة إنسيني قد تكلف الهلال مبلغ 80 مليون ريال ما بين شراء وعقد لمدة موسم ونصف ومن الممكن أن يقوم الهلال بإغراء إنسيني من خلال التجربة النجم الإيطالي سباستيان جيوفينكو مع الفريق الأول لكرة القدم وتعاقد الهلال مع جيوفينكو في يناير 2019 حيث لاعب مع الفريق الأول لكرة القدم حتى أغسطس 2021 متوجا بأربع بطولات بينهم دور أبطال أسيا وأشاد السيبا بتجربته في الهلال على الرغم من قلة أهدافها بالمقارنة مع مسيرته في تورينتو حيث أكد أنه دخل التاريخ بتتويجه باللقب القاري شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر